شهد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يناير الماضي وقام القائد العام للقوات المسلحة بتقليد القادة المكرمين وسامة الجمهورية من الطبقة الثانية تقديرا لجهودهم الوطنية المخلصة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وذلك بحضور الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم وقام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسامة الجمهورية من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرا لجهودهم الوطنية المخلصة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة أعرب خلالها عن الشكر والتقدير للقوات المسلحة التي حرصت على توفير كافة الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على كافة المستويات طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة ونقل الفريق أول محمد زكي تحية وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة الذين أمضوا خدمتهم بكفاءة واقتدار ووهبوا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه كما وجه شكرا لأسر القادة المكرمين تكريما واحتفاءا لما تحملوه من مسئولية اجتماعية قبرى لتوفير المناخ المناسب لاستكمال مسيرة العمل والعطاء بكل تفان وإخلاص